يبدو أن كل الأطراف المنخرطة في الحرب اليمنية باتت ترى أن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة في البلاد إذ شهد اليومان الأخيران تحركات متزامنة على صعيد أممي ودولي وأكليمي حيث بحث المبعوث الأممي هانس كرنبرغ مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والسفير السعودي محمد الجابر الوضع الراهن في اليمن أطراف كثيرة باتت تجيد اللعب على وطر الأحداث في اليمن إذ يبرز اليوم الدور الروسي بفاعلية أكثر من ذي قبل حيث بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لفروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأوضاع في اليمن وجهود إنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من ثمان سنوات وعلى الصعيد ذاته أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بودانوف والسفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر مباحثات في موسكو تضمنت ما وصف بالتبادل الشامل يوجهت النظر بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للصراع في اليمن غير أن هذه الحلول المرتقبة قد لا تجد طريقها إلى المتصارعين على الأرض في بلد لا يزال الوضع فيه معقدا ولا تلوح في الأفق أي حلول قد تنجم عن تفاهمات تأخذ بعين الاعتبار جذور الأزمة في البلاد ورغم اتفاق السعودية وإيران في العاشر من الشهر الجاري على استئناف العلاقات إلا أن نقاط الخلاف في اليمن قد تتجاوز كل الأمال بحلول قادمة في حين تؤثر الانقسامات التي خلفتها القوى الإقليمية في صفوف الأطراف المحلية بصورة أعمق من أن يتم ردمها بمشاورات عابرة للحدود